أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مواصلة العمل على تنفيذ خطط تطوير التعليم التي تتبنها الدولة وما تتضمنه من استكمال لتطوير المناهج التعليمية وأشار مدبولي خلال اجتمع عن استعراض ملفات عمل وزارة التربية والتعليم إلى جهود الحكومة في التوسع في إقامة مدارس النيل والمدارس اليابانية كما أكد مدبولي اهتمام الدولة بملف التعليم الفنية وحرصها على تطويره والنهوض بمستوى الخرجين بما يوكب مستجدات العصر واحتياجات سوق العمل ويدعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة النمو للاقتصاد المصرية